قرآن به نور الله إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل مشاهدي الكرام يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور مشاهدي الكرام ها هي الروائح الطيبة الروائح العطرة الروائح الزكية روائح شهر رمضان شهر القرآن شهر البر والإحسان الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران ها هي روائحه الزكية الطيبة العطرة قد شمتها أنوف المجتهدين الحريصين على رضا رب العالمين فبدأوا يضعون البرامج ويرسمون الخطط ويضعون جدول الأعمال الذي يريدون أن يسيروا عليه في رمضان إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الرحمن عساه سبحانه وتعالى أن يفيد عليهم من رحماته وبركاته وخيراته وأن يدخلهم في الآخرة جنات فعلينا معشر الإخوة الكرام أن نضع جدول الأعمال الذي نريد أن نسير عليه في رمضان من الآن من الآن لأن تنظيم الوقت ووضع برامج الأعمال يساعد الإنسان على إنجاز ما يريد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه في هذا الشهر خاصة وفي حياتنا كلها عامة كما نسأل سبحانه أن يعيننا على صيام الشهر كله وقيامه كله وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين وهاتان الآيتان التي قرأتهم الآن واستفتحت بهما هذه الحلقة آيتان من سورة فاطر الآية الأولى تضمنت ثلاثة أعمال من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاه والآية الثانية تضمنت الجزاء الموفور الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الذين يعملون هذه الأعمال المذكورة في الآية الأولى يقول تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم فهذه ثلاثة أعمال من الأعمال الصالح التي يحبها الله تعالى من المسلم في كل وقت وفي كل زمان ويزداد حب سبحانه وتعالى لها في رمضان ولذلك يضاعف عليها الأجر والثواب العمل الأول تلاوة القرآن الكريم تلاوة كتاب الله عز وجل إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين وهو النور المبين والصراط المستقيم عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجز من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى فالقرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم والقرآن الكريم شفاء لما في الصدور من الريب والشك والنفاق كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين والقرآن الكريم هو الروح التي تحيا بها الأرواح فالأرواح المعروفة هي سر حياة الأبدان والقرآن هو سر حياة الأرواح وكما أن الأرواح المعروفة إذا فارقت الأبدان ماتت فكذلك القلوب التي لا نصيب لها من القرآن قلوب ميتة وإن كان أهلها يدبون على وجه الأرض قال الله تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا فسمى الله تعالى الوحي وهو القرآن سماه روحا فمن أخذ القرآن فهو حي ومن رفض القرآن فهو ميت ولذلك قال الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن والأمر له صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أمر لأمته وأمر لأتباعه فقال سبحانه أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بهذا الأمر الذي أمر به وهو تلاوة القرآن قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فتلاوة القرآن الله سبحانه وتعالى أمر بها وقد شهد سبحانه وتعالى للذين يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته بالإيمان فقال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ما المراد بحق التلاوة يتلونه حق تلاوته ما هو حق التلاوة للمفسرين في تأويل حق التلاوة أقوال أولها أن قارئي القرآن حق تلاوته تدبروه فعملوا بموجبه بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من حلال وحرام وغيرهما وهذا هو المقصود الأعظم من التلاوة المقصود الأعظم من تلاوة القرآن أن أعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني بماذا أمر وعن ماذا نهى فأأتمر بما أمر وأنتهي عما نهى أحل الحلال وأحرم الحرام وأقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت فأقول علمت فلا تبقى آية في كتاب الله آمرة إلا وسألتني هل ائتمرت ولا تبقى آية زاجرة إلا وسألتني هل ازدجرت فالمقصود الأعظم بارك الله فيكم من تلاوة القرآن أن نفقها عن الله عز وجل مراده وأن نعلم بماذا يأمر وعن ماذا ينتهي فنأتمر بما أمرنا به وننتهي عما نهان عنه إذا أحل استحللنا وإذا حرم اجتنبنا والقول الثاني للمفسرين في حق التلاوة أن قارئي القرآن حق تلاوته خضعوا عند تلاوته وخشعوا عند قراءته في صلواتهم وخلواتهم قارئ القرآن حق التلاوة هو الذي إذا قرأ القرآن خشع وخضع لله سبحانه وتعالى القول الثالث أن قارئي القرآن حق قراءته عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه وفوضوه إلى الله إن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والقال الرابع في تفسير حق التلاوة أن قارئي القرآن حق قراءته يقرؤونه كما أنزل الله يعني يقيمون حروفه وألفاظه ويرتلونه ترتيلا كما قال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا فهم يقرؤونه كما أنزل الله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يتأولونه على غير حق والقول الخامس أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه فكل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون في تفسير حق التلاوة اللفظ يشملها كلها يتلونه حق تلاوته كل المعاني التي ذكر المفسرون الحق التلاوة لا يختص ببعضها دون البعض وإنما يشملها كلها لأن هذه المعاني المذكورة مشتركة في مفهوم واحد وهو تعظيمها أي تعظيم الآيات والانقياد لها لفظا ومعنى فوجب حمل هذا القدر المشترك تكثيرا لفوائد كلام الله تبارك وتعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول علماء أحسن طريقة لتفسير القرآن الكريم هي تفسير القرآن بالقرآن أحسن طريقة لتفسير القرآن هي تفسير القرآن بالقرآن فالله يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ما معنى التلاوة؟ نقرأ في القرآن قول الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها هنا والقمر إذا تلاها يعني تبعها فالشمس إذا غابت ظهر القمر تبعها القمر فظهر بعد غيابها فقال ابن عباس إذن التلاوة في القرآن معنى الاتباع فيتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه يتبعونه حق اتباعه يجعلون القرآن إماما لهم ويتبعونه في الصغيرة والكبيرة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا غير تأويله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتلون القرآن حق تلاوته واللهم سبحانه وتعالى في الآيتين اللتين معنى من سورة فاطر بيّن أن تلاوة القرآن تجارة رابحة رائجة لا تكسد ولا تخسر أبدا بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيتين اللتين معنى أن تلاوة القرآن تجارة رابحة وتجارة رائجة لا تكسد ولا تبور ولا تخسر أبدا قال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلنية يرجون تجارة لن تبور ولن عند بعض النحاة تفيد النفي المؤبد فالله سبحانه وتعالى ينفي البوار والكساد والخسار عن التجارة معه سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن فتلاوة القرآن تجارة رابحة يصفها من أنزل القرآن بقوله لن تبور وأي تجارة أيها المشاهد الكريم أي تجارة أربح من أن يكسب الجنيه عشرة جنيهات إن قارئ القرآن يعطى بفضل الله عز وجل على كل حرف يقرأه عشر حسنات ثم والله يضاعف لمن يشاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وحتى تتصور مشاهد الكريم كثرة الحسنات التي تحصلها بفضل الله على قراءة القرآن أقول لك سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها مئة وثلاثة عشر حرفا سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها مئة وثلاثة عشر حرفا فمن قرأ الفاتحة مرة واحدة وأعطي على كل حرف من عشر حسنات ما مجموع الحسنات إذن الذي أخذها على قراءة الفاتحة مرة واحدة مية وثلاثة عشر حرف كل حرف بعشر حسنات يبأ ألف مية وثلاثين حسنا ما شاء الله لقوة إلا بالله الحمد لله ألف مية وثلاثين حسنا يتفضل الله بها على من قرأ الفاتحة مرة واحدة فتأمل مشاهد الكريم كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد الصلوات المفروضات خمس الظه والعص والمغرب والعشاء والفجر وعدد ركعاتها سبع عشرة ركعة وبعدين من صلى لله تعالى فنتي عشرة ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة والمرد بالاثناشر ركعة النوافل القبلية والبعدية السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظه وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء دون اتناشر ركعة يب أنت لو صليت الصلوات الخمسة سبعتاشر ركعة وصليت النوافل القبلية والبعدية اتناشر ركعة يب أنت بتقرأ الفاتحة في الفريضة ونافلتها فقط في الركعات تسعة وعشرين مر تب يضرب تسعة وعشرين في الفمية وتلاتين يبه كام وبعدين أنت لا تقرأ الفاتحة وحدها في الصلاة ده أنت تقرأ بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن الكريم بعد الركعتين الأوليين فكم ملايين الحسنات تحصلها في اليوم الواحد في الصلوات فكيف بارك الله فيك لو أنك اتخذت وردا من القرآن تقرأه كل يوم كيف لو اتخذت وردا جزءا جزئين ثلاثة تقرأه كل يوم كم ملايين الحسنات يتفضل الله عليك بها فقط بقراءة القرآن لذلك كانت كما وصفها الله عز وجل تجارة لن تبو فهل من راغب في هذه التجارة ما أظن أن عاقلا يرغب عنها ما أظن أن عاقلا يرغب عنها يعرض عنها تجارة رابحة لا تكلفك شيئا ملايين الحسنات تحصلها كل يوم حين تجعل نفسك وردا من القرآن تقرأه كل يوم جزءا أو جزئين ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حث أصحابه على قراءة القرآن يحثهم بلغة التجارة ولغة المكسب المادي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة مكان في المسجد النبوي فقال أيكم يحب أن يغضو كل يوم إلى بطخان أو العقيق وديان قريبان من المدينة أيكم يحب أن يغضو كل يوم إلى بطخان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوما وين في غير إثم ولا قطع رحم بيقول في الوادي مليان جمال وجمال عربية ما شاء الله لا قوة والسمينة عظيمة وهذه غالية الثمن من يحب أن يذب من الوادي يحل من الجبال المربوطة إلا عايزه يحل جمال أثنين ثلاثة إلا عايزه قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله فقال أفلا يغضو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل ما شاء الله لقوة لبالله يعني أما تتعلم آية دي أحسن لك من جمل تاخده كده مجانا يهدى إليك مجانا كده الجمل العربي أو الفلاح النهاردة مش أقل من سبعة تمن تلاف جنيه عشرة تلاف جنيه الآية الوحدة تتعلمها خير لك من عشرة تلاف جنيه الآياتين خير من عشين ثلاث آيات بثلاثين ألف ولكن هذا أمر يحتج إلى يقين يحتج إلى يقين حتى نرغب فيه ونخرص عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب أي متغير اللون فيقول لصاحبه أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر تجارة التجارة التلاوة القرآن تجارة معنى اتصال بركاته عليكم سعر الله وبركاته نحمد الله عليكم ندعو لكم بالخير لأنكم تذكرون وتيقظون وترون ما يسمى بالعملة الحقيقية التي يفتغى بها وجه الله والتي تمحو بنورها كل ظلمات العملات الأخرى التي تريد أن تجعلنا في هم وغم وفي شك وفي فك طبعا نحن لسنا علماء مثلكم بس بنعقب تعقيد بسيط صدقا أن يوم من الأيام أحد العلماء أمسل حضرتك وأنتم ما شاء الله ورس الأنبياء قال كلمة كان لها أثر عظيم في حياتي نعم قال قل لنفسك كثيرا أحفظ كتب قد يكون بعضها ملحد وقد يكون بعضها بعيدا عن ذكر الله لكي أنجح في حياتي العملية وأنسى كتاب رب البلية أحكم الحاكمين نعم كررت هذه كلمة كثيرا وكان من ثمارها حفظ القرآن والحمد لله فجوف حضرتك كلمة بسيطة تؤثر الحمد لله والله يا أخي عن تقربة أن ليست التجارة بالقرآن فقط في الآخرة لأن الآخرة لا يعلمها إلا الله إنما مرضوزها في الدنيا أول مرضوز اطمئن القلب ألا بذكر لا يطمئن القلوب ثم في كل موقف من المواقف تجد أن ألهمك الله بنور وظلال آية معينة تكون فرجا لتفريج الكربات في هذا الأمر نعم فلسأ الله دائما أننا في هذه الأيام وفي كل أيام يكون شغلنا التجارة مع الله ولكم نعم الأجر أنتم الذين تقودون إلى هذه التجارة ولكم أدراً وسواباً من الله سلام عليكم عليكم ولكم مثل ما دعوت به وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلواته اسمع مشاهدي الكريم وتأمل هذا الحديث لترى فضل القرآن حتى تحرص على التجارة مع الله عز وجل بهذا القرآن الكريم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه أنا الذي أسهرت ليلك ما هو صاحب القرآن يقول مسعود لا ينام إذا نمى الناس مش هنحفظ القرآن وبعد نطول لنا نيمين لا أهل القرآن كما قالت عليك أنه قليلاً من الليل ما يهجعون فالذي يقرأ القرآن ويقوم به أنا الليل وأطراف النهار يجيء القرآن يوم القيامة ويقول له أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك وإن كل تاج من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهم الدنيا وما فيهما فيقولان يا رب أن هذان فيقال بتعلم ولديكما القرآن هذا الحديث فيه فيدتين فيد لنا ككل فرد من أفراد المسلمين أن يحرص على هذه التجارة الرابحة تجارة مع الله بقراءة القرآن علشان يوم القيامة يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار دي الفيدة الأولى الفيدة الثانية للآباء والأمهات أن يحرصوا على أن يعلموا أولادهم البنين والبنات القرآن الكريم على الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم وبناتهم كتاب الله علشان يوم القيامة يكسى الوالدان حلتين لا تقوموا بهم الدنيا وما فيهم يعني الثمن أغلى من الدنيا كلها وما فيه فيقول الأبوان يوم القيامة يا رب ليه يعني لماذا هذه الحلل فيقال بأخذ ولديكم القرآن أو بتعلم ولديكم القرآن إذن أنت أيها المشاهد الكريم أيها الأب وأنت أياتها المشاهد الكريم أياتها الأم لابد أن تحرص بارك الله فيكم على تعليم أولادكم القرآن علشان تنتفعان بذلك يوم القيامة كما سمعتما في هذا الحديث الحقيقة مشاهدية الكرام أننا نرى من الآباء والأمهات في هذا الزمان حرصا شديدا على تعليم الأبناء كل شيء إلا القرآن ودي مسألة خطيرة جدا جدا كان زمان كنا نرى من بعض الآباء من يهب أبناءه كلهم للأزهر والقرآن يقول لك أنا وهبت عيالي للقرآن وبعضهم يقول أنا وهبت فلان وفلان القرآن وتنين المدارس هذه الهبة توقفت ما عندنا نسمع الآن من يقول وهبت أولادي القرآن وهبت أولادي العلم الشرعي وهبت أبناء للأزهر الآن قل أن تجد في البيت حافظ فضلا عن حافظة يا إخواني بارك الله فيكم القرآن كتاب الله لا سعادة لنا ولا فلاحة ولا نجاح ولا عزة لنا ولا مجد إلا بهذا القرآن الله تعالى قل لنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفل تعقلون نسأل الله تعالى أن يجعلنا من القرآن ولقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قراءة القرآن والترغيب فيها عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة معنا اتصال أي أم أمر السلام عليكم عليكم وسعوة الله إزاك فضلتش الله يبارك فيك الله يخليك فيك شخنا أنا كنت طبعا بعدما تزوقت يعني كلمت زوجي في أن أنا ألتحت بماها الكرآن والحمد لله أنا السنة دي في سنة ثلثة يعني وأحمل فوق إلى 20 جزء فأحفظ أولاد القرآن ربنا يخليك طبعا حضرتك كنت بتتكلم على فضل القرآن على الأب والأم وهل الزوج اللي هو بيعني وبيدفع الأجر بتاع المعهد هل ملهوش جزاء ولما يكون هو ليه جزاء الأب والأم منهمش نظرا أنهما مثلا ما حفظوا نفس القرآن رغم أن أنا أحمل مؤهل عائلي بس كنت عايز الفضل بالنسبة للوالدين في هذه الحالة وبنسبة للزوج يعني جزاك الله خيرا بارك الله فيك ما شاء الله الأختم عمر سؤالها طيب وجيه وبيدل على علاقة وطيدة وصلة قوية بينها وبين زوجها زوجها حريص على أن تحفظ كتاب الله عز وجل الحقها بمعهد ودفع لها مصاريف عشان تتعلم القرآن هي في المقابل حريصة أن الزوجها كمان يقوم مثل أجرها يا ليت كل المسلمين والمسلمات تكون علاقتهم الزوجية مثل هذه العلاقة علاقة تقوم على المودة والرحمة والتعاون على البر والتقوى والتعاون على إقامة دين الله عز وجل حتى تكون إخوان بيوتنا جنة في الأرض قبل جنة الآخرة إن شاء الله تعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أم عمر وأن يكثر من أمثالها من المسلمات وأن يكثر من أمثال زوجها الصالحين الذين يعينون زوجاتهم على التفق في دين الله وتعلم دين الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنا أقول يا إخواني الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إذن النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال وعلى المرأة في وظيفة الدعوة إلى الله والأمر معروف أنها يعمل كمثلما على الرجل فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للسائلة وأبشرها بأن زوجها لا شك إن شاء الله تعالى له الأجر والثواب بما أنفق عليها ويصر لها والحق بهذا المعهد وهي إن شاء الله تعالى في صحيفة أبويها أيضا لأن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره نعم أيها أم علاء ورحمة الله وبركاته عليكم السلامة وبركاته جزاك الله خيرا الشيخان عبد العظيم وعزا الإسلام عليك آمين يا برامين وإياكم بسأل حضرتك فضلتك من علم الشاب أحمد السيد المتولي المعاكز ذهنيا وحركيا أن يحفظ القرآن كاملا والأحاديث النبوية ألاست هذه قدرة الله عز وجل إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وفي قوله تعالى نصيبه برحمتنا من نشاء وفوق كل زيال من علي ألاست هذه بركاته القرآن وهم الشيخ محمد حسان وأسرته الكريمة يعني كانوا سببا في حز هذا الشاب المعاكز يعني اللي ممكن أي إنسان عادي أو طبيعي فأنا أريد أن أعرف يعني كيف يعني إزاي الشاب ده حفظ القرآن هل هي فعلا قدرة الله لأننا فعلا أنا عمبي ثلاث زي أحمد كده وجبت لهم شيخ في المنزل وجبت لهم مدرس لغة عربية ولم يتمكنوا من تحفيظه بالقرآن فهل ده سبب فينا إحنا ولا هو إفتلاء من ربنا إن إحنا نعيش مثلا في قرية ما هيش محاطة بالقرآن ولا ببركة القرآن لأننا بصراحة يعني وهل يحكي لي أن أحسد أم محمد ديت على وجود الشيخ محمد حسان في حياتها وإنه يعني أنا مش عارفين طب إحنا إمتى أنعيشه زي يعني إمتى الشيخ محمد حسان أو حضرتك أو الكرآن قدامنا ومشتهدينكم أو نعيشوا كده محرومين من النور بتاعكم كده يعني إمتى هنتنوره وإمتى الكرة هتوصلها البركات بتاعت الكرآن ديت لأن دي فعلا اللي حصل للشاب أحمد فعلا بركات من القرآن وقدرة الله عز وجل وإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسعد هذا الشيخ الجريح صادق الصدوق بأن لا يجعل تعبه هباء منصورة وذلك لأنه يعني بفضل فعلا الشيخ محمد حسان بعد ربنا يحفظ طفل معاظينيا القرآن الكريم كاملا وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريد أن نقول للأخت الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وتكررت هذه الآية في صورة القمى مرات فالقرآن ميسر جدا إن شاء الله أي إنسان يحب يحفظ القرآن ويتعلم القرآن ما يسوء ولكن المسألة إيه إن تصدق الله يصدق وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يُعْتَ الرجل على قدر نيته فأي مسلم يسمع فضائل القرآن الكريم ويرغب في أن يكون من أهله فما عليه إلا أن يصدق الله تبارك وتعالى في النية ويصدق الله في العزم ويبدأ في التعلم والحظ وستكون النتيجة إن شاء الله صار جدا بإذن الله وعلينا أن نتذكر قول الله تعالى ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا فالآية في حق المسلمين عموما حق الأمة الله تبارك وتعالى أورثنا الكتاب ممن قبلنا كانت النبوة والكتاب في بني إسرائيل ثم نقلها الله إلينا بفضله وكرم نحن بني إسماعيل عليه السلام والآية وإن كتعامل الأمة إلا أن أهل القرآن لا شكهم أولى بها وحق فحفظت القرآن وأهل القرآن داخلين في قول الله تعالى ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا فعلى الإنسان أن يلحى على الله تبارك وتعالى أن يجعلهم من أهل القرآن وأن يغتنم أوقات الإجابة يعني الساعة الأخيرة يوم الجمعة عند الصحر بين الأذان والإقامة يوم عرفة وغير ذلك في أثناء السجود وغير ذلك من الأوقات والأحوال الشريفة يلح الإنسان وعلى ربه اللهم حفظني القرآن اللهم حفظني القرآن اللهم جعلني من أهل القرآن اللهم عنا على حفظ القرآن والله تبارك وتعالى قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه نعم معنى اتصال آخر أيها نعم السلام عليكم عليكم سعط الله أريد أن أسأل سؤال شاك تفضل هل يجوز أن أشجع زوجتي بالمال على أن تحفظ القرآن كيف تشجعها وعطيها بلا كلما حفظت صورة مثلا جزاك الله خير جيد هذا يجوز يعني جيد إن شاء الله كل إذا حفظت صورة كذا فلك من المال كذا لك من الهدية كذا أسلوب جيد إن شاء الله تعالى تحفزها به وتدعوها إن شاء الله إلى حفظ قتك كتاب الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله يقصد صاحب القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقالوا اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة فأحبابي ومشاهدي الكرام القرآن الكريم كتاب الله عز وجل رسالة الله إلينا لا يجوز أن نهجرها هذا الهجر الحاصل لا يجوز أن نهجرها هذا الهجر الحاصل لا يجوز أن تكون بيننا وبين القرآن قطيعة يعني أنا عايز أسأل كل المشاهدين ومن يبلغهم سؤالا ونحن كما قلت هبت علينا الروايح الزكية روايح شهر رمضان يعني من رمضان اللي فات الآن بجنسنا أنا عايز أسأل كل مشاهد كريم سؤالا ومن يبلغ من المسلمين وأجب على هذا السؤال بينك ونفسك من رمضان الماضي إلى الآن ختمت القرآن كم ختمه طبعا سؤال الإجابة قد تكون محرجة عشان كده مش عايزين نسمع عن إجابة لكن خلي الجواب بينكم بالنفس من رمضان اللي فات لرمضان دلوقت 12 شهر ختمت القرآن كم ختمه يعني القطيعة دي ما تنفحش القطيعة اللي بيننا وبين قرآن ما تنفحش الهجر اللي واقع بيننا وبين قرآن ما تنفحش فهيا بنا وقد هبت الروائح الزكية روايح شهر رمضان الذي أنزى في القرآن هيا بنا نعود من القرآن ونعاهد ربنا أن نكثر من تلاوة القرآن في رمضان وأن نستمر بعد رمضان في التلاوة وأن نختم أقل شيء إخواني مرة كل شهر ده أقل شيء ونزيد بقى مرتين ثلاثة أربعة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء معنا اتصال أيو نعم السلام عليكم وبركاته عليكم السلام عليكم وبركاته فضل خياكم الله مرحب بكم كاميران من كردستان أهلا بك حياك الله أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم اللهم أمن وإياكم فضل بالصورة عندي ثلاثة أسئلة اتفضل أولا مرحبكم هؤلاء الأشخاص الذين يرحبونها الاخبور الصالحين ويتوسلون به ويطلبون منهم شفاء المرضى وقضاء الحاجات وكشف الكربات نعم ثانيا ما حكم النقاط في الإسلام دكتور ما حكم النقاط نعم ثالثا وما حكم الإزبال بغير الخيالات وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته أما السؤال الأول وهو أن بعض المسلمين من أهل لا إله إلا الله يذهبون إلى المقامات والأضرحة وقبور من يعتقدون فيهم أنهم كانوا من صالح المسلمين من أولياء لا الصالحين الذهب إلى هذه القبور وقصدها للتبرك بها فضلا عن سؤالها والاستغاثة بها ودعائها والتقرب إليها لا شك أن هذا من أعمال الجاهلية ولا يجوز في الإسلام لا يجوز لمسلم أن يسأل غير الله ولا أن يدعو غير الله فإن الله تعالى قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي المشركين ومن الأحاديث المشهورة قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباز ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله وهذا ما نردده دائما في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين فكيف نقب بين يد ربنا ندعوه ونتوسع إليه ونعبده ونستعينه ونقول إياك نعبد وإياك نستعينه بعد الصلاة نذب إلى قبر من قبول أولياء ندعوه ونستعينه بهم هذا تناقض لا يجوز فعلى عامة المسلمين أن يحضروا إتيان القبور والتوسل بها والتقرب إليها واستغاث بها ودعائها فإن هذا شرك بالله عز وجل أما السؤال الثاني وهو النقاب والمراد به تعطية المرأة وجهها فهذا في خلاف بين العلماء والذي نميل إليه أنه واجب يجب على المرأة أن تسطر وجهها وأما الإسبال لغير الخيلاء فلا فرق بين الإسبال للخيلاء وغير الخيلاء فإن الإسبال من المخيلة هو نفس مخيلة فالخيلاء شيف النفس فهو الإسبال نفس مخيلة ولذلك لو كان رجل عنده ثوبان طويلان لو قلنا لو قصر أحدهم فقط ما أجاب ليه لنرى التقشير يعني ينقص من قدر كده وشهمته فالإسبال لا يجوز ولو كان لغير الخيلاء لأنه نفس مخيلة والنبي عليه الصلاة وسيقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذب أليم أولهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب نعم معنا تسأل آخر أي أخي محمد أهلا السلام عليكم عليكم سعات الله تضل سيخ ما يجي آخر ساعة يوم الجمعة هذا السؤال الأول نعم السؤال الثاني هل يجوز كفارة الأمين بالنذر أم لا هل يجوز كفارة الأمين إيش بالنذر مثلا أنت ندف نذر وما أفضلت للنذر تجوز من تقبيل كفارة الأمين نعم 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 طيب في يوم الجمعة عليكم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أطويا هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى هي والراجح والله تعالى أعلم الراجح أنه آخر ساعة من نهار يوم الجمعة فالنهار 12 ساعة وآخر ساعة يوم الجمعة قبل غروب الشمس بساعة إن شاء الله تكون هذه هي ساعة الإجابة نعم ونسأل الله تعالى أن يوافقنا وإياكم للدعاء فإن الإجابة قرنة الدعاء في كل وقت كما كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه معنى اتصال أيوة نعمة وقت أمن أهلاً أستاذ الكريم أنا عايزة أسأل بس إحنا أنا وزوجي رايحين في رمضان إن شاء الله نسافرين فإنا مش عارفة إحنا رايحين في الليل السفر ومدة السفر في الطيارة ستة ساعات هل فينا إننا إحنا نصين يعني اليوم هذا وإلا ليه لازم نفتر فيه أنا نحس إنه فيه قابلية يعني للصوم فينا إننا نصوم اليوم هذا وفيه عندي سؤال ثاني كمان عايز أعرف شيخراً كريم بالنسبة للحديث هذا اللي هو يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مش حاوظ الحديث بالضبط بس هو اللي فيها أسنيمة البخط هذا للنساء هذم اللي عملوا هذه النفخة في الشعر هل هذا يعني حديث فحيح وإلا ليه وصل الشعر؟ هذي النفخة في الشعر اللي هم يقولوا يعني نفس هذة للجمل هذي أسنيمة البخط فهذا فيها كأنه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم هذي حديث صحيح أم هو منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم نعم 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 طيب اتفضلي الأخت الكريمة ذكرتنا بمسألة فقهية من فقه الصيام وهي حكم الفطر للمسافر الله تبارك وتعالى قال في آيات الصيام فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمريض والمسافر لهم الفطر وعليهم القضاء لكن أيهما أفضل أيهما أفضل للمريض وللمسافر قال العلماء إن لم يجد المريض والمسافر مشقة في الصيام فالصيام أفضل وإن وجد مشقة فالفطر أفضل فالأخت الكريمة تقول إنها مسافرة إن شاء الله في رمضان وبالطيارة ويعني مرتاحة ونفسها تصوم لا مانع صومي الفطر رخصة الفطر رخصة فلو صمتي لا حرج إن شاء الله تعالى وقد كان النبي صلى الله وسلم يصوم في رمضان وهو مسافر ويفطر أيضاً أحياناً وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعب الصائم على المفطر ولا يعب مفطر على الصائم أما الحديث الذي سألت عنه فهو عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر إن في آخر الزمان نساء يعني من أهل النار مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا وهذا الحديث وعيد للمتبرجات وعيد للمرأة المتبرجة التي تظهر من جسدها ما لا يجوز له إظهاره أمام غير المحارم فهذا في وعيد المتبرجات نعم الأخ محمد كان قد سال سؤالاً عن من نظر نظراً وعدز عن الوفاء به فنقول له من نظر نظراً ثم عدز عن الوفاء به فكفارته كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسواتهم أو تحرقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام معنى تصال أي أختي لي يا تضالي عليكم السلام أنا أخي بني تونس أنا القرآن ما أخبرش أحفظ القرآن لكن حافظة سورة الذقر على ذهر حبيب وحافظة إلي عمران لكن القرآن كاني أخذ مو أكثر من مرة يعني سنة فهل يجوز ضروري أني أحفظ القرآن كله عن ذهر حبيب لا لا تضالي بارك الله فيك يا إخوانا التلاوة القرآن لها فضلها واستظهار القرآن أي أن تحفظ أنت القرآن كله أو شيئا منه هذا أجره نحن قرأناه في فضل التلاوة فضل التلاوة دون حفظ أما فضل الحفظ فبه تتحدد درجة الحافظ في الجنة يوم القيامة الجنة درجات الجنة درجات نساء الله تعالى يسكننا الفردوس الأعلى وهو أعلى درجة الجنة فالناس الحفظة يتبوؤون منازلهم في الجنة على قدر ما في صدورهم ما قرآن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقروها فهذا فيه مدعاه إلى أننا نستزيد من حفظ القرآن واستظهاره ونجتهد حتى نختمه كله إن شاء الله العمل الثاني مشاهديني الكرام من الأعمال الصالحة المذكورة في آية فاطر هو إقام الصلاة من التجارة الرابح من التجارة الرابحة بعد تلاوة القرآن نتاجر مع الله بتلاوة القرآن وبإقام الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلنية يرجون تجارةً لن تبور قد أمر الله تعالى بإقام الصلاة وتكرر الأمر بذلك في القرآن كثيراً قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراقعين وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال سبحانه وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وقال سبحانه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وجعل الله تعالى إقامة الصلاة من أركان الإيمان قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة فعلينا المشاهدين الكرام أن نقيم الصلاة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى فللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى فالصلاة فالصلاة هي أول ما فرض من العبادات أول فريضة فرضها الله تعالى هي الصلاة لقد لبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عشر سنين وكل ما معه من الدين قولوا لا إله إلا الله تفلحه وبعد عشر سنين من البعثة كان الإسراء والمعراج وفوق السماوات العلا فرض الله على نبيه الصلوات كما في حديث الإسراء والمعراج المشهور فالصلاة أول فريضة فرضها الله ولذلك تكون يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله أول كما قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وقد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الدين فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فكلنا يعلم أن السقف إنما يقوم على العمدان العمدان أزيلت وقع السقف فعمود الدين الصلاة فإذا ما كانش في عمود ما فيش دين ما فيش إسلام ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فعلينا معشر المسلمين والمسلمات أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نقيم الصلاة كما أمرنا الله عز وجل وأن نحافظ عليها فإن الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلاة في القرآن أمرا صريحا فقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقد جعل سبحانه وتعالى جزاء المحافظين على الصلاة الجنة فقال سبحانه وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ثم بيّن سبحانه وتعالى أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم هي أرفع الدرجات فقال عز وجل وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فهيَّا بِنَا مُشَاهِنِيَّ الْكِرَامِ نُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ رَجَاءً يُسْكِنَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الفِردَوْسَةِ الْأَعْلَى وَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرَ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرَ مِنَ التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرَ مِنْ إِضَاعَةِ الصَّلَاةِ فإن الله تعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء قال أكثر من واحد من السلف ليس المراد بإضاعتها تركها بالكلية أضاعوا الصلاة مش بيصلوش لا ده بيصلوا بس يعني بيكسلوا شوي يعني ممكن مثلا يصلي الفجر بعد طلع الشمس يصلي الظهر بعد العاص ممكن مثلا في يوم من أيام مشغول ولا حدا ما يصليش خالص يوم من تأتي مشغول ما يصليش وعدين يرجع يصلي تاني هؤلاء قال الله فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فإذا كان الذين هم عن صلاتهم ساهون توعدهم الله فكيف بالذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون مشاهدي الكرام من الملاحظات الطيبة إن أكثر الناس في رمضان الكل يصلي ظاهرة جميلة وبعد رمضان تقل تهجر المساجد ويقل الراكع والساجد وكل واحد يرجع طبيعا دي مش توبة يا إخواني هذه التوبة لا تمحو الخطايا ولا تكفر السيئات أنت مقصر في الصلاة جه رمضان تبت إلى الله واستغفرت وصليت تحافظ عليها إن شاء الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله دفتور وقرآن به نور